السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد لكن تتفكروا كنت أعرضت لكم في السابق هذا الملف ليحمل جميع مواقع الأثار القديمة في الجزائر بما في ذلك الأثار النومدية والرومانية والإسلامية وأنا كنت منذ عدة سنوات تعرفت على الدكتور حكيم وكعور وهو عالم أثار من بجاية اللي خرجت معاه لعدة ميادين أثارية وكان عرفني بمواقع هامة في ظواحي بسرياني في أقصى الشرق الجزائري وكانت ثمرتها لانشرت كتابي الأول تاريخ نجرينو وبسرياني وهو حاليا مطبوع ويباع في المكتبات وقبل ما ندخلوا في موضوعنا حول بسرياني ينسقسيكم أولا هل تعرفوا شخص في التاريخ اسمه دوناتوس العظيم أو الأب دوناتوس نجريني نفكركم بهذه الحلقة اللي تحدثنا فيها حول هذه الشخصية النومدية العظيمة اللي قلنا قاد ثورة فكرية ودينية وحتى جهدية ذات روما الكاثوليكية ولم يعرف رجل في العالم حمل اسم العظيم في هذه الفترة سوى القسطنطير العظيم ودوناتوس العظيم واللي شاه في الحلقة ربما يتذكر بأننا قلنا بأن دوناتوس مولود في بسرياني اللي جاية اليوم في بلدية نجرين وليت بس بركنا نخلي لكم رابط الحلقة في الوصف اللي يحب يشوفها وهي من أروع الحلقات بسرياني هذه مثل أغلب مناطق الجزائر كل شبر منها ينطق تاريخ وحضارة وكنوز أثرية وجذب سياحي بأتم معنى الكلمة لو كان نشوفوا بركوش احتوت منها متاح في العالم من نقوش وأحجار واللي أهمها الحجر الموجود بمتحف باليرمو ولا الرسالة المكتوبة بالحبر وهذا نادر جدا في الجزائر بها تلقى رسالة حافظت على حبرها ألفين سنة وهي أيضا مفقودة اليوم ومكتوب فيها في السنة السادسة عشر من حكم الإمبراطور جيستيان قام منتج الزيت بالدفع للمخازن يعني ربما كانت شبه فاتورة أو شيء بالإضافة لترأى المنطقة بالفوسيفيسة حتى أنه قيل مكان شمية مطرة في المنطقة ما فيهاش فوسيفيسة وانه وقفت بنفسي على العديد منهم أخرها تم اكتشافها في نيجرين في ظواحي بسرياني لكن درك ندخل في لب الموضوع في كتاب تاريخ العدواني المكتوب في القرن السادس عشر نقل بأنه العدواني التقى برجل نصراني في بسرياني واللي مسميه هنا جبل مجور واللي هو موقع قلعة وكنيسة دوناتوس اللي قلنا عليها فسأله العدواني وش الدير هنا قاله النصراني يولي القاوري كان لأهلنا أربعين خزانة كل خزنة فيها قنطار ذهب ورفض إخبار العدواني بما وقعها لأنه في الحقيقة لكو نوز لوال وإنما كان جسوس كما وثقت دكتور أبو القاسم سعد الله في مقدمته لهذا الكتاب الضبط ولكن اللي همنه هو أنه العدواني سقص هذا النصراني قاله هل مزالت قلوبكم تحدثكم بالدخول إلى بر الإسلام يعني عادت احتلال أفريقي على طريقة الرمان فقاله النصراني نعم عندنا وثائق في قصب الفضة أننا سنرجع إلى بر العرب وكل النصارى عندهم ذلك وذرك قبل ما نديروا زوم في الخريطة نحو بسرياني خلي نشوفوا صورتها سعم الطيارة الفرنسية الخاصة بالمسحة الأثري وهذه القلعة اللي ترجع لألفين سنة كانت محل دراسات أوروبية كبيرة في القرن الماضي لكونها هي القلعة اللي خرج منها دوناتوس العظيم واللي خرج منها فيليكس وجنورو اللي يمثلوا نوميديا في اجتماع قرطاج في قضية الدوناتية نجرين ولا اسم المنطقة المحيطة في بسرياني كاملة هي مدينة كهانوتية أو أسقفية نوميدية واللي كان يستها أنجبت فيليكس النجريني وجون في النجريني والدوناتوس النجريني اللي تمرد على الكنائس الإفريقية يعني عند نصارى أول ما تقول نجرين أو بسرياني يقول لك مدينة كهانوتية أو دينية ويقول لك المنشق دوناتوس وأنا منذ عدة سنوات كنت عشت واحد الفترة مهووس بالعبق التاريخي لقلعة بسرياني وجربت إعادة إحياءها بشكل ثلاثي لأبعاد بتتبع الأسوار والأسس والبوابات بعد ما زرتها ورسلت مخطط القلعة بإشراف الدكتور حكيم مقعور اللي دار رسالة الدكتورات تاعه أيضا حول هذه الأثار ولكن الصادم هو أنه اكتشف أنه الفاتيكان وبابا الكنيسة ما زالوا حطين عينهم على نجرين وبسرياني وكنيستها بعد ما استرجعوها بالاحتلال الفرنسي للجزائر وهي بالنسبة لهم ذات أهمية تاريخية لأنه كنيسة نجرين هي اللي أنجبت قادة الدوناتية لحرب الكاثوليكية وحرب روما وفي عام 1933 أمر الفاتيكان بإعادة افتتاح كنيسة نجرين على الطريقة الكاثوليكية كيشغل المكرى في دوناتوس واللي تمرد عليهم وترد مذهبهم من إفريقيا كلين ولا كيشغل إهانة لتاريخه لأنه اليوم الدوناتية انقرضت وإنما هو انتصار معنا ويعلى أنه رجعنا العقر داره ورفعنا الصليب الكاثوليكي بعد 1600 سنة والغريب الأمر أنه حتى بعد استقلال جزائر وبعد ما خرجت فرنسا اللي كانت سمحت بتعيين الكاهن الكاثوليكي في كنيسة نجرين رجع الفاتيكان عين أساقف فخريين ولا شرفيين من 1965 حتى 70 كان الأسقف الشرفي لكنيسة نجرين هو مازيري وبعده فاقون وبعده كوريا ثم الأسقف شاكوروسكي وأخيرا في 2019 حكمها الأسقف سكيبي كيلي اللي راهوا على رأسها لغاية اليوم وانا سقني الفضول ما هنبحث عليه أكثر لقيته كاهن من بولندا وحتى في صفحته في وكيبيديا كاتبين أنه أسقف كنيسة نجرين لا حيا لا حشمة مع أنه ما كانش كنيسة في نجرين إلا أنهم يقصدوا أنه أسقف شرفي كيش غولي احنا ذلك نشوفه إمام جزائري ونقولولو أنت في نفس الوقت عندك منصب إمام شرفي لمسجد غرناطة ولا مسجد قرطبة في الأندلس وهذه بصراحة حسيتها فكرة ذكية منهم لأنه فيها تمسك بالتاريخ والحفاظ على الرابط القديم بهذه المنطقة والآن إليكم الصدمة الأكبر هينديروا زوم نحو بسرياني وقلولي وش رح يلفت انتباهكم هذه هي قلعة بسرياني اللي يكونش في نهم الطيارة كبيل واللي امتلأت ساحاتها بالأثار والفسيفيسة والقبور القديمة وحتى النقوش والأواني والقطاع النقدية إذا ما زلتوا ما انتبهتوا حتى الشيء غريب هذا يا إخواني أثر البلدوزر ولا الجرافة تعصون تراك في تنقيبها على النفط تخيلوا البلدوزر بها يفتح طريق الأجهزة تصوير باطن الأرض يخترق قلب هذا المنطقة الأثرية النوميدية الرومانية ويدمر أسوارها وقبورها وفسيفيساءها مش واحد فقط كما تشوف ورايح جاي تقول متعمد أنه يدمر أثار عجزت عليها الطابعة ألفين سنة بها تدمرها تخيلوا هذا كان دون اعتراض لرئيس البلدية للوالي لمديري الثقافة كشو لحنا ناس ما نعرفوش نجيبوا الدولار إلا بالبترول وآخر همنا هو تثمين هذا الأثار طبعا أنا حاولت نرجع بصور القمر الصناعي بها نعرف تاريخ التخريب بالضبط إلا أني لقيت ويرجع لما قبل 2012 وإن أصبحت الصور ماهيش بهذه الجودة بها تسمحنا نشوفه التفاصيل وإذا كان مثالنا لليوم تتبع جريمة في حق أثار بسرياني وتاريخها إلا أنه جل أثار الجزائر تقريبا تعرضت لنفس الظروف وأكيد كل واحد فيكم موقف على أثار تعرض للنهب والتخريب سواء منظمة أو عشوائي وكخلاصة لحلقة اليوم نقوله العدواني وثقنا منذ قرون شهادة نصراني تلقاه في نيجرين بأن أوروبا ديما عندها الرغبة في الرجوع لهذه الأرض وخير دليل معاصر هو ما رأيناه من أن الفاتيكا معين في الوقت الحالي أسقفا شرفيا أو رمزيا لكنيسة نيجرين وربما يكون يفعل نفس الشي مع باقي الكنيس أو المواقع النومية القديمة التي كانت فاصلة أو حاسمة في التاريخ وطرحنا السؤال الصريح بما أن بسرياني مدروسة ومسجلة عند الدولة وخارطة المواقع الأثرية فمن هذا الذي سمح بمرور الجرفات طولا وعرضا ذهابا وإيابا على أثارنا التي لا تقدر بثمن وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية